مع بداية عطلة الربيع المدرسية نظم المعهد الثانوي أبو القاسم الشاب بمجاز الباب بالاشتراك مع دار الشباب علي البلهوان الدورة الأولى لملتقى الفنون والأداب لتلاميذ مجاز الباب بمشاركة حوالي مئة تلميذ من عدد من المؤسسات التربوية بالجهة المرأة التونسية هي مرأة حرة وهي مرأة مكيفة وحرة معناها هي نصف المجتمع بين العروض المسرحية والغنائية وورشات ومعارض الرسم والإلقاء والشعر تنوعت العروض التي مثلت فرصة لإبراز مواهب التلاميذ في الفنون المختلفة والتعريف بها لجمهور غفيرة وكبى هذه العروض وشجع مختلف المشاركين تنشيط الحياة الثقافية في بداية العطلة ثم فسح مجال للتلميذ للتعارف لللقاء وربما الهدف الأهم هو تثمين الإبداع التلمذي در شباب هي محظمة للشباب التلمذي أو الشباب العاطل على العمل وصارت العادة ونعمل عديد التظاهرات والمشاريع التنشيطية في هذا الإطار خاصة في دعم المواهب التلمذية ملتقى الفنون والأداب لتلميذ مجاز الباب بولاية باجا في دورته الأولى بادرة من المنتظر أن تصبح موعدا سنويا يساعد على تنشيط الجهة ثقافيا ويعيد للأنشيطة الثقافية بالوسط المدرسي مكانتها الحقيقية ترجمة نانسي قنقر